أهلي هو الترجي نعم طب إيه اللي هيحصل؟ نعم مباراة برضو الأهلي اللي لسه لعب كمباراة برضو قوية نعم مجهد إلى حد ما نعم إيه اللي هيحصل؟ بس فوجة نظري النادي الأهلي بيواجه النسخة الأضعف للترجي في آخر 10 سنين دي أسوأ نسخة ممكن الأهلي يلعب الترجي فيها يعني النسخة الأضعف آه جدا يعني معنى كده أن الفوز مطمون للأهلي إن شاء الله لأ ما هو طبعا اللهم اللي حسد المستقبل الغيب عند الله واحد إحنا لما بقول كده هم نتكلم على طبعا الواقع والواقع ده ندلل عليه بالأرقام وندلل عليه بالنتائج صحيح ترجي يعني لسه متلقي هزيمة من النال الأفريقي في دوربي العاصمة التونسية في الدوري في دور النخبة والفريق تقريبا بقى قبقى وصينا وأدنى من هو يخسر الدور صحيح قبل مطش الأفريقي الفريق خسر من الصفاقسي اللي بيقول طبعا الكابتن حسين بدري برضو بهدف نظيف المباراة كان الصفاقسي قابقى وصينا وأدنى هو يحقق نتيجة قياسية على الترجي في ظل كم الفرص اللي أطيحت له ترجي نفسه تأهله لي المباراة السيمي فاينال قدام شريبت القبائل الجزائري كان طبعا محل شك كبير جدا بعد ما الفريق الجزائري اتعادل في العشرة ده الأخيرة لو كان قبقى كوسينا وأدنى هو يجيب الهدف كمان والترجي خلص يبقى سكة السلامة شكرا أوت فالترجي طبعا وعنده كمان طبعا فيه غياب شديد كبير جدا جدا عند الترجي حمده الهوني صنع الألعاب الليبي للفريق تأكد غيابه عن مباراة الزهاب بسبب الإصابة صحيح وأصبح كمان قريب من الغياب عن مطش العودة يعني ممكن ملحبش المطشين هو قريدي عنده غياب شهر والشهر ده بدأ بقاله حوالي عشر تيام فربما أصلا ما يلحقش مطش العودة وبالتالي المطشين مش يبقى الترجي بلعب فيهم بدون صنع لعب كمان الفريق بس رغب كل اللي انت بتقوله ده كلمة لش يعني دايما سمات الفرق الكبيرة انها تمرد ولكن لا تموت صحيح فبالتالي مش عاوزين نعول على ده لأنه ممكن يحصل مفاجآت بص احنا بنتكلم على الأوراق والنتائج والتحليل نتكلم على الفرص عشان نرتب أوراقنا يوم المطش إيه اللي يحصل الله أعلم احنا بنتكلم لوقت عشان السادة مشاهدين عارفين الوضع حالي النادي الأهلي كمان حاليا في الوضع النادي الأهلي حاليا هو في أفضل فترة له في الموسم لما يجي نقارن كده من بداية الموسم من الغاية دلوقتي هنلاقي إن الأهلي حاليا هو في أفضل فرجن له أفضل نسخة له السنة دي صحيح طيب انت محتاج بقى تعمل ايه محتاج أنا فوجة نظري يوم الجمعة أول ما الحكم اللقاء يصفر لعيبة النادي الأهلي وطمام نلعب بدون جمهور يعني التراجي كمان استماتة اه التراجي كمان ما عندوش الجزء المعناوي من جمايره وبتلعب في مدرجات خالية تماما فوجة نظري يجب على لعيبة النادي الأهلي ما يسيبوش لعيبة التراجي تشم نفسها خالص ضغط بطول الملعب تلعب لعبة التعاك أنك بتلعب في السادة القاهرة تنزل تخلص السيمي فاينال ده من مطش الزهاب فرصة فوجة نظري كل العوامل بتطيح للنادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة أنه هو يخلص التأهل من رادس بس عايز قرار واحد ايه هو زي كده كلها هم نتكالل بالنسبة لجورديون القرار واحد أنه أنا أقول لعيبتي اوعوا تنزلوا توازنوا معهم أو تحطوا في بالكم احنا بنلعب مطش قوي بنلعب مطش خارج مصر لو تلاقينا نتيجة كويسة لا انزل اكسب لأنه خلاص موضوع 11 مع 11 وهم كل العوامل السلبية عنده أنا بشكرك عن نقصة دي لأنه أحيانا لما بيكون فيه ثقة زيدة نعم للأسل بتالي معنا بنتيجة عكسية صحيح طيب لو ببعننا هم نتكلم بقى عن الفرص وعن القرارات وأنه زي ما انت قلت أول ما الحكم يبتدي نعم كل بقى النجيلة زي ما حتنا نقولها كده لو في ايدك ايه التشكيل تشكيلة الأهلي نعم تعملها ازاي أنا في وجهة نظري واحدة من أهم المميزات اللي مرسلت كلها اللي تعلمها مع النجيلة الأهلي وأنه هو ثبت التشكيل في الشهور الأخيرة فوجة نظري طبعا لها خلاف محمد شناوي إن شاء الله حارس برما بإذن الله إذا محمود متولي خد اللي هو الماديكال كليرنس أو خد الإذن الطبي طبعا بعد المشكلة اللي حصلت لك ماتش فرامد نولاق للمشاركة فأكيد سنائيه محمود متولي ومحمد المنعم هي اللي هتلعب أكيد محمد هاني محافظ على مركز الباك اليمين علي معلول أكيد محافظ على مركز باك الشمال فوجة نظري الشخصية خط الوسط يلعب بآخر ثلاث يلعب به أحمد القندوسي ومروان عطية وحمدي فاتحي دول تلاتة في خط الوسط وفيه الهجوم يعود كهرباء لمركز المهاجم الصريح حسين الشحات يكمل فوجة نظري على عبدالقادر في مركز المهاجم الجناح الأيسر وطبعا بدون شك بيرسي تاو واحد من نجوم الفريق في الفترة الأخيرة يكمل في مركز الجناح الأيمن أعتقد فوجة نظري ده التشكيل الأفضل للنادي الأهلي وتشكيل ينزل يلعب بشكل هجومي بحد أنزل ألعب جيم مفتوح مع الترجي ويأرجع إن شاء الله بإذن الله القاهرة بإنتصار يعني إن شاء الله الانتصار يكون حليف النادي الأهلي بنشكراك يا كريم سعيد النقض الرياضي ورئيس تحرير موقع يلا كورا وشكرا لوجودك معنا في صباح خير مصر بنشكولك طبعا على كم المعلومات والتحليل شكراك شكراك كريم نورتين نسيق الجمال